ردود الفعل الفرنسي الأولي حول الثورة الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات ردود الفعل الأولي حول الثورة الجزائرية ردود الفعل الفرنسية إن السلطات الفرنسية تفاجأت باندلاع الثورة الجزائرية وأوصدت الباب منذ اليوم الأول أمام العرض الذي تقدم به بيان أول نوفمبر الماضي بحل القضية سلميا واعتبرت ما يحدث في الجزائر شن داخلي وهو مجرد عمال إلهابية تقوم بها مجموعة من الخارجين عن القانون الذين ستتخذوا ضدهم الإجراءات اللازمة لطمعهم وردعهم بغية الحفاظ على الجزائر الفرنسية هادية وقد أدى رد الفعل هذا الغير مدروس إلى سطوط حتومة منديس فرنس في الخامس والعشرين فيفري وقد اتحدت ردود الفعل الفرنسي على مختلف المستويات في موقفها الرافض مبدئيا لمطالب بيان أول نوفمبر داعية في نفس الورط إلى رد هذه الحرة بقوة وبسرعة متهمة حينها الحاتة من أجل انتصال الحريات الديمطاطية بالمسؤولية عما يطعب الجزائر وهذا إذن لم تخرج تصريحات من السادة روجي اليونار وفرنسوان ميتران والسيد منديس فرنس عن هذا المضمار روجي اليونار الذي أصدر في اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1954 ميلادي بلاغا وصف فيه هجومات الفاتح نوفمبر بالعمليات الإرهابية مؤتدا في ذاية البلاغ على اتخاذ إجراءات الحماية التي يتطلبها الموقف أما فرنسوان ميتران فتتصرح أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الفرنسي أنه لا يمكن أن تكون هناك محادثات بين الدولة والعصابات المتمردة تذعي تبين وأن أعطاب دورة هيئة الأمم المتحدة قد دفعت بالمسؤولين المتمردين إلى التصرق بسرعة وفي التاسع نوفمبر صرح وزير الداخلية الفرنسي في الإذاعة إن القوى الفرنسية ستحافظ على الوحدة الوطنية والمتمردون بمهاجمتهم مواطنين الجزائريين قد يستفزوا ضدهم القوى الفرنسية وهذه القوى ستدافعوا على العدالة بالمحافظة على الوحدة الوطنية وإذا كان المتمردون قد أرادوا أن يلفتوا الرأي العام الدولي عشية إنعطاد هيئة الأمم المتحدة فإنهم مخطئون وذات أن الجزائر هي فرنسا وفرنسا لن تعترف لديها بأي سلطة أخرى غير سلطتها وفي اليوم التاسع عشر من نفس الشهر سرح وزير الداخلية الفرنسي بما يلي وسنعاطب بطل سرامة وبدون أي شفطة والرحمة كل عام الإرهابي وبذلك فقد أدى اندلاع الثورة في طل مناطق الوطن إلى زرع الحطور والهلا في أواصط الفرنسيين وبذلك إن الجهات الاستعمارية كانت تعتقد بأن الجزائرين لن يعودوا إلى التفتير في حمل السلاح بعد مجازر الثامن ماي ١٩٤ ميلادي والأمر الذي زاد اطمئنانهم هو الاستدامات الواقعة بين مناظلي حاتة الانتصال للحريات الديموطراطية وبذلك لم تستطع السلطات الفرنسية أن تعرف المخطط الحقيقي للثورة ولا تيفية اندلاعها بالرغم من تعدد مصالحها الأمنية والاستخباراتية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة